أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين بعض الناس الذين لا يعرفون موازين الله وسننه يقولون لعل الله يغفر الذين قتلوا الحسين لكن آيات القرآن تدل على خلاف ذلك قطعا ويقينا قد يتوب أحدهم ويغفر الله له لكن ما يرتبط بحقوق الناس لن يغفر الله لأحد إلا إذا غفر له صاحبه ضربت أحدا ثم تبت بينك وبين الله الله يغفر ما يرتبط به لكن لا يغفر ما يرتبطه بالمضروب الله لا يغفر للذين ارتكبوا الجرائم في التاريخ ولو كان يغفر لغفر لقابيل ونمرود وفرعون ومن لف لفهم وفرعون خاصة في آخر لحظة آمن قال آمنت بما آمنت به ابنه إسرائيل الآن يعني يوم اللي المجرم يعتقل ويأخذ للمحاكمة يعتذر لا فائدة من ذلك خاصة أن القضية قضية حقوق يعني مثل قبل قتل عبد الله الرضيع لا مجال للتبرير في قتل هذا الطفل الرضيع الجائع العطشان لا مجال للتبرير ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ربنا في آي يقوله ما الله بغافلن عما تعملون يقوله يعني بالنسبة إلى الظالمين الله ما يسمح الظلم لنفسه ربنا لا يرضى أن يظلم أحدا من عبادي ولا هو الحق في أن يعمل بهم ما يشب أنت يوم اللي تشتري قطعة خشب من حقك أن تضعها في السقف أو في الأرض أن تدوس عليها أن تكسرها يملكك ولست خالق الخشب لكن الله خالقنا هل يسأل عما يفعل بنا؟ لا لكنه لهم الله ظلام للعبيد الله من يظلم العباد فلا يرضى الظلم من أحد ولذلك فإن الله لن يغفر لقتلة الحسين وإذا قلنا أن الله يغفر فنحو لا نعرف سنن الله في الحياة كل واحد ارتكب له جريمة ثم يتوب إلى الله والله يغفر له أبدا ضميرك إذا ارتكبت الجريمة لا يغفر لك هل يمكن لمجرم أن يسكت نفسه اللوامة؟ أن لا تعجزه؟ أن لا تلومه؟ لا أي نفس لوامة ما تغفر؟ يوم القيامة الناس في الحقيقة يحشرون مع أعمالهم الإنسان في هذه الدنيا نحن نرى أنه يدفن في القبر يدفن في التراب لكن الأحاديث تقول أن المرأة يدفن في عمله وعبد الله الرضيع دفن على صدر الحسين هو والحسين واحد ولن يقبل الله عذر أحد في أن يبرر مقتل الحسين أو مقتل أحد من أصحابه رفع الله من مقام رسول الله وأهل بيته مليارات المرات وحشرنا معهم وفي درجتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة